السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم كل سنوات طيبين عواشر مبروكة ناس كتير أصدقاء مازال بيسألوني انت ما تنزلش فيديوهات كتير ليه زي الأول هنا القناة دي اللي هي عماد فواز خلتها بس لما يخص تراث المغرب ومش نشط عليها قوي فيه قناة تانية اسمها أصل الحكاية عماد فواز اللي هي دي هحط لكم الرابط بتاعها في التعليقات دي اللي بقى عليها النشر كتير عشان التبلغات وعشان احنا زي ما انتم شفتوا واسمعتوا من شانجريحة باقت المسألة دلوقتي تكسير عظام يعني باقت المسألة دلوقتي وجها لوجها اعترفوا رسميا انهم في مواجهتنا رسميا المؤثرين صرخ منهم شانجريحة مؤخرا في خطاب وفي حفل حضروا جميع الوزراء بما فيهم وزيرة الثقافة وهنحفز على التراث وهندفع عن التراث وهنعمل وهنسوي اضافة الى عب مجيد ما عرفش ايه رئيس الجمهورية نفسه بكى وصرخ مننا في خطابه الشهير اضافة الى الكثير من القادة العسكريين في الجزائر المسألة الان اصبحت حرب عسكرية وليست حرب مع المؤثرين لذلك قررت ان يكون كله على القناة التانية عشان تبقى دي بعيد لذلك اذا تكرمتم واللي ما يعرفش فالقناة الاخرى اصل الحكاية اشتركوا فيها هي اللي عليها المعمعة كلها وبنشر عليها يوميا كما كنت فيديوهات قد يصل الى عشر فيديوهات يوميا لذلك حبيت ابلغكم لاني مازال لسه اصدقائي بعتولي هو انت فين انا موجود وزي ما انا وان شاء الله ساكون كما انا باذن الله اذا اراد الله واحيانا واعطانا العمر لان دخلنا زي ما قلت لكم دلوقتي في مرحلة المواجهة وجها لوجهة او بمنطق زي ما اعلنوا شانجريحة في خطابه كده دخل علينا دخلة انك لميت وانهم لميتون وعليه ان يتحمل تبعات هذه العنترية التي اعلنها وهي اكبر من مساحته ابان شانجريحة وازهر متلازمة تمساح في الشعب الجزائري الفم كبير بالدرعين قصار فاذا كنت ادنا مرحبا عشور الناج اسم الله عليه اسم الله عليه تحمل لذلك قلت ابلغكم انا على قناة عماد فواز اصل الحكاية موجودة في التعليقات شرفونا ونورونا ودعمونا كما كنتم دائما واشتركوا في القناة وشكرا ليكو وما تحرمش من سؤالكو ابدا شوفكو على خير اشتركوا في القناة